تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر وتقدير من معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب وذلك بمناسبة ابتتاح دور الإنعقاد العهد الأول من الفصل التشريعية السادس لمجلسي الشورى والنواب وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لرفعة مملكة البحرين وتعزيز مبادئ وقيم الديمقراطية والبناء على ما تحقق من نجاحات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه سائلا المولى عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاه ويحقق لمملكة البحرين التقدم والازدهار وأن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة